أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضرورة تجسيد رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتركيز المساعي الحكومية لتمكين أفراد المجتمع من خلال وضع الخطط والبرامج بشكل يخدم الحفاظ على المنجزات ويضمن حماية وتطوير قطاع التنمية الاجتماعية الذي يعتبر قطاعا حيويا في نهضة المجتمعات وقال سموه نعمل كفريق واحد لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أعداد الفرد الإماراتي القادر على بناء أسرة تكون محضنا تربويا وكيانا فاعلا في المجتمع وتأمين خدمات اجتماعية مميزة لمواطنين ويعد تمكين المواطن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة حيث تركز الأجندة التي وضعناها للعام 2018 على تحقيق سعادة جميع سكان دبي وتسخير الإمكانيات كافة لهم عبر إطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم تنفسية دولة الإمارات في مختلف القطاعات وتساهم في دفع عاجلة التنمية والنهضة لاقتصاد دولتنا جاء ذلك خلال زيارة سموه رافقه سعادة عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمقر هيئة تنمية المجتمع في دبي يوم الخميس الماضي وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة أحمد عبدالكريم جلفارة المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي ونوه سموه إلى حرص القيادة الرشيدة على تلبية متطلبات المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم الضرورية لهم مثل السكن ورعاية الصحية والاجتماعية المتميزة قائلا لطالما كانت رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد من راشد المكتوم لنا بأن تكون احتياجات المواطنين على قائمة أولوياتنا وأن نكون حكومة سباقة ومبدعة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع ونقدم لهم كل ما يلزمهم ليصبحوا أفرادا منتجين ومبدعين في شتى المجالات وأضاف سموه ركزنا في أجندتنا الحكومية لهذا العام على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة ووجهنا هيئة تنمية المجتمع بمراجعة سياسة المنافع الاجتماعية لرفع خط الاستحقاق للأسر المستفيدة من المنافع بما يراعي كلفة المعيشة وفي السياق ذاته شدد سموه على أهمية رفع الوعي وتعزيز مهارات المواطنين في الإدارة المالية والإدخار بما يمكنهم من الاستقلال الذاتي وإدارة احتياجاتهم بكفاءة ونوه سموه لأهمية العمل التطوعي في بناء المجتمعات وتعزيز التلاحم بين أفرادها حيث وجه سموه الهيئة لتعزيز العمل التطوعي كقيمة مجتمعية نبيلة متأصلة لدى أهل الإمارات وضمان انخراط أفراد المجتمع كافة فيه وعلى صعيد آخر طلع سمو الشيخ حمدان بن محمد على الخطط الكفيلة بحماية الطفل وتنمية قدراته ومهاراته ووجه سموه بمواءمة جهود الجهات المعنية بحماية الطفل من خلال توحيد الخط الساخن وإنشاء قاعدة بيانات مركزية في الهيئة لرصد حالات الإساءة والاستغلال والإهمال والعنف الممارس ضد الأطفال لضمان أن تكون دبي مدينة حاضنة لنمو وتطوير الطفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر